من بعد ما قمنا بدبط الهواميش في الشارط السابق الآن كنقترح عليكم تشوفوا لزالي نيومان لزالي نيومان يمكن نستعملوا بالتغيير مدهر ناس دينا لسهيل القراءة ديالو أو لدبط فقرات الناس وإبرازها بشكل خاص كنناخد دائما للاتخد منتفاسيان دينا وليه نافشة بيتخد خوا في ملف الموارد من اللي كنبغي ونتحكمه في لزالي نيومان ديالفقرة أو مجموعة فقرات أو النص بالكامل يكفي نختاروه ونمشي والانجلي أكوي وفي مجموعة باراغراف عدنا هاد الخصائص كانت بقوم على الباراغراف إلا ضغطنا على هاد الكاراكتر دي كنترول كيدهر لابلي عدنا مجموعة ديالي باراغراف في النص ديالنا باراغراف هو عبارة أو جملة كتبناها ومباشرة من بعدها ضغطنا على أنتري يمكن يكون فقط مجرد كلمتين بحل هنا مادام موسيو أو أكتر إذن لتطبيق هاد لزالي نيومان يكفي نختارو فقرة من نص ديالنا أو لا فقط نضغطو وسط هاد الفقرة باش يمكننا نخدمو عليها لضبط لالينيومان ديال مجموعة من الفقرات يكفي نقومو باختيار هاد الفقرات باستعمال التقنيات لتعرفنا عليهم في شريط طريقة اختيار فقرة أو نص إذن كنختار هاد الفقرات وهنا كي بليا لالينيومان أغوش هو لي عندي افتيراديا في الورد فهاد الحالة كنلاحظو أن النص كي يجي للمارجلي لليسر يمكننا نغيرو لالينيومان ويوليدنا سنتري هاد نوع من لالينيومان كي يناسب العناوين لسيتاشون و لغبريك لارجعنا لنص ديالنا وحنا فسادت دبط لالينيومان ديال فقرات النص كي بلي من الأحسن التاريخ يكون في المركز لذلك غانختاروه وغانضغط على هاد الزر وبالتالي التاريخ كيولي في المركز هنا عدنا آلينية أضغوات وليمكننا نستعملو ناديرا في بعض الحالات بالنسبة لليسنتات وليبيد باش أما بالنسبة لالينيومان فهد النوع كالقاوة في أعمدة الجرائد مثلا كتخلي الجريدة تبعى المشكلة متميز لكن كتكون صعيبة شيئا ما في القراءة هنا تم إدراج مسافات إضافية ما بين كلمات كل ستر الشيء اللي جعلها كتتمدد من لامارش قوش حتى لامارش ضغوات إذن كما كتشوفو طبيعة النص ونواية المستند هي اللي كتحكم على اختيار لالينيومان المناسب لغانطبقوه ترجمة نانسي قنقر